موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم بركان شعبي إيراني لا يهدأ ولا يبدو أنه سيهدأ قريبا المظاهرات عمة المدن الإيرانية الغضب يتفجر في كل ناحية الشعب الإيراني يرفض النظام القمعي الفاسد الذي يحكم البلاد بالخرافة والدجل باسم الدين جذوة الانتفاضة كانت مقتل الفتاة مهساميني لكن أسبابا عميقة تفسر هذه الحالة الكبيرة من الغضب قتل وقمع واعتقالات وسرقات وفساد ومحسوبية الحرس الثوري الإيراني هو العصى الإيراني الضاربة لهذه الانتفاضة التي أخذت خطا آخر من المواجهة التي اشتبكت فيها جموع المتظاهرين مع العناصر الأمنية بشكل قوي كسيرة حاجز الخوف من النظام القمعي في المقابل استدعى الطهران الثلاثة سفيرة بريطانيا لديها على خلفية فرد لندن عقوبات على مسؤولين إيرانيين لعبوا دورا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة الفتاة مهساميني فهل تتوسع الثورة الإيرانية حد إسقاط النظام الإيراني وما دلالات توتر الوضع بين طهران ولندن على خلفية الانتفاضة وما حقيقة موقف الجيش الإيراني من هذا القبر اشتركوا في القناة